اشتركوا في القناة على الأسنان الطبيعية هي أهم شيء بالنسبة لنا المشهور بين الناس أو سناب اون سمايل تمام السناب اون سمايل هو عبارة عن جهاز متحرك مؤقت تيمبراري تجميلة موظيفته الأولى والأخيرة هو التجميل نستخدمه طبعا ميزاته الكثيرة اللي هي عبارة عن أنه راح يكون هو تعويض سريع الأمد يعني بسرعة ممكن يتم إعداده ممكن إياكو اليوم أو يومين يعني ممكن أنت عندك حفلة أو عندك أي شيء مستعجل حفلة بارتي طلع معزومة على مكان معين ممكن تستخدمي تمام أنت ما بتلاحقية ممكن تعملي فينير السابت هو راح يكون مقارن ما بين ما بين ما بين شو أنا شايفة كفيت معك أطر للكنافة أو شو هذا هو السنابس معنا طبعا آآ أنا جايب السنين معك طبعا هذا هو يكون عبارة عن مصنوع من بلاستيك ثيمو بلاستيك بلاستيك حرارة ثم وضعه على الأسنان وظيفته بالنهاية هو التجميل اختلاف الألوان لونه أبيض هل يمكن أن يأكل عادي؟ أحد المساوئ بإمكان يعني يشرب فيه يأكل شي خفيف لكن الأكل واجبات يعني غدا عشاء لا ما بيحسن يستخدمه هاي أحد المساوئ السناب يعني يعني هذا مثل كانوا طاقم سنين فوق سنين بالضبط هو ميزته الأساسية كنت لك أن ألبسه وإحنا صغار تعود ركا هاي دعلك هاي ما بالضبط وفكرة مطورة يعني الميزة الأساسية فيه أنه ما في أي تحضير الأسنان مجرد هي أهم ميزة بالنسبة لل بالفينير بالفينير السابت هو رح يكون في تحضير الأسنان عند الدكتور بالعيادة بينما بالفينير لا أسنانك رح تكون ما هي ما رح يكون في أي تحضير للأسنان ما رح تخسري أي شيء من أسنانك مجرد أسنان متحركة تمام رح نحطها على فوق أسناننا تعطينا شكل حلو تعطينا اتسامة حلوة طبعا اتسامة هي يعني أهم لغات التكلم يعني مع الناس دكتور إحمد هلأ يمكن هاي إحدى المساوئ اللي ذكرتها أنه هي أنت ما فيك تأكل عليه بشكل صحيح لكن أنا لأني جربته وصراحة مرتحت يمكن كانت الطبعة غلط أو كانت الإياسات مش صحيحة وهذا طبعا بيعود لشطارة الطبيب إلا أن المشكلة الكبرى اللي واجهتني إنه مخارج حروفي اختلفت صرت أقرط في بعض الحروف مثل السين صارت تطلع عندي مع وشة فأدي فيه الدكتور يتفادى هذا الشيء وهل كل سناب أون سمايل بيسببوا هذا الشيء ولا كان بس مجرد خلق بالنسبة للمفهوم العام عن سناب أون سمايل بالنسبة لموضوع النطق موضوع النطق ممكن تواجه فيه مجرد أول ربع ساعة نص ساعة بسناب أون سمايل لنحكي عليه المعد بالطريقة الأكاديمية الصحيحة ممكن ترتدين بإمكانك مثلا أنت تعرفي نطقي شلون أنا بالكلام حاليا أنا حاطت سناب أون سمايل آه أوكي أنا لاحظت تمام أنا مرتبية يعني بس ما في أي إزعاج أبدا أول ربع ساعة كنت متأقلم معها تمام بس أسناية الأكلة بتشيلها دكتور أكيد أكيد ما خرجت تلبسية مثلا لمدة 24 ساعة ما ممكن تلبسية تلبسية مثلا كل اليوم تحطيها لا لا أبدا آه هي مؤقتة هي مؤقتة يعني ثلاث ساعتين ثلاثة شو مكوناتها هي آه وهي لمكوناتين ممكن تتصنع من البلاستيك اللي هي هاي المادة ممكن من الزيركونيا مادة قريبة من المادة اللي بنعمل مننا الفينير السابت تمام البلاستيك بتكون أخف أقل مدايقة للمريض لما بدي يحط على أسنانه آه بالإضافة إلى اللي قالتوا أنه ممكن السنابون غير معده بشكل صح تكون كثير مؤذية للجنجيف لللفة لللفة بغض النظر عن مراجة الحروف فممكن المريض يكون ممتازة تجرحها مثلا تمام تبدأ اختراع مؤذية أكتر ما هو مفيد أبدا أبدا لما يكون معد بطريقة صحة ومن الماتيريا الصحة رح يكون جدا مريض يعني أنا قصدي عدين دولاتي بيسمعونه بيسمعونه بيدور للسطة أحيانا نحن يمكن بلشنا وهذا موضوع الجدل اللي عم بيصير بين المرضى بشكل عام لما الناس بتحكي بين بعضها مثلا أنا عملت ريموف بالفين ويقولوا لا أنا جربته بس ما تطلع عن نيح فهي الشغلة بطريقة الإعداد يعني هم حتاك دكتور شاطر بالإضافة إلى معمل شاطر مختبر سني شاطر بالإضافة إلى الماتيريا المناسبة لها المادة طيب في إلها مثلا مدة صلاحية إذا كانت معدة بشكل صحيح مختبر تمام دكتور تمام إلها مدة صلاحية مثلا السنة سنة كانت استخدام بعدين لأ الشركة المصنعة إلها ممكن تكفلها مدة 12 شهر سنة كاملة 12 سنة بس والطبيب والطبيب ممكن يكفلها مدة 3 سنين ل5 سنين بالنسبة للمريض في حال اعتناء المريض بالتعليمات أول شي بالإضافة بصحة فهم العامة هنا بيجينا لنقطة الاعتناء إذا أنا مهمة لصحة الفهم لا ولا أي معالجة تنجح بالنسبة لأ كيف نعم تحكي عن أسرة الاعتناء فيها والكفالة وكذا كيف نعتني فيها بسنان بالريموفو بالفينير لا فيها بالتنظيف بتنظيف كثير سهل ممكن بالفرشاية فرشاية للأسناء أنا لما أشيلها فرشية بسنان بالفرشاية بنطفها بحطها بالعدلتها وبس فقط حطها بالعدلتها للأستيك ومرجع على مكانها فقط يعني مجرد لأنني بالنهاية أنت ما أبتأكل عليها بالنهاية أنت عبتأتني فيها مجرد حافظ على نظافتها فهذا يعني أضمن حال خلص أضمن حال دكتور يعني نحن هلأ نشوف على سكرين سوريا لقبل وبعد بالسناب ونسمائل بس كمان دكتور في نقطة كثير مهمة اللي هي ضمير الدكتور يعني الأول ما ييجي عنده المريض ويقول له أنا مو عاجبني شكل سناني بدي أعمل فينير إذا كان الدكتور شايف أنه حالة سنانه لا تستدعي الحفر ولا تستدعي التلبيسات خلينا نقول الأول عدسات بينصحوا الطبيب بالسناب ونسمائل أدي بيمرق عليك حالات أنت بتنصحهم أنهم يعملوا السناب ونسمائل بدل ما يخسروا أسنانهم بشكل كلي ويعملوا الفينير وكيف تكون طريقة إقناعك لألهم بالضبط المريض دائما رح يكون متجه نحو الشيء السابت ما رح يجي لعندي على عيالي لما يدخل البشاة دكتور أنا تسانتي مش عجمتني أنا بدي أعمل الفينير تمام أنا رح أطلع أنه أسنان المريض لما أنا رح أشوفها الأسنان جاهزة ما في شيء ما في نخور ما في كسور ما في شيء يستدعي الفينير السابت فأنا ممكن أعرض عليه الحل تمام مباشرة رح أقل أنه في عنا شيء ريموفاب الفينير وأكيد ما في حدا مش سماعا عنه بس هو بالأساس ممكن أكون أخذ فكرة غير صحيحة فكرة خاطئة عنا نحن مباشرة أنا بدي أقل أنه أنت عندك ريموفاب الفينير جربه استخدمه في حال كان يعني هو حاشتك عب يقضي حاشتك أنت عب تطلع عب تشوف الناس تمام مرتاح فيه ما لك بحاجة تاخد ولو كان بالنسبة لتحضير الفينير السابت ما بيأخذ كتير من الأسنان بس منها نحن ناخد شيء من السن يعني ممكن ياخد 0.3 ميلي يعني من وجوه الأسنان لكن نحن منا مضطرين أسنانك برد فنحن معنا مضطرين نبرد لك ما بيسبب روايح لالتم أكيد طالما أنت عب تعتني بسحة فمك وبنظافة الريموفو بالفينير ما ممكن يسبب أي روايح يعني قبل ما تحطه في شيء خطواتي يمكن قبل مثلا تفرش سنانك بالضبط بالضبط وهذا الشيء نحن ننصح على المريض إذا كان عنده ريموفو بالفينير أو ما عنده هو والأساس أنه لازم يكون دائما يحافظ على نظافة الأسنان شو ما كان بفينير أو بلا بفينير بالضبط طيب دكتور دي أسألك قدية بتكون سماكتها لريموفو بالفينير هل مثلا بيختلف سماكتها حسب وضع الأسنان ولا هو ستاندرد لا لا في عدة سماكات بالنسبة له مثل ما فيه عدة ألوان بس أقصى سماك يمكن يوصل له 0.7 ميل بس ليش ممكن تركب أقصى سماك يعني أنت اللي بتحدد بالضبط الطبيب هو اللي بيحدد النوع السماكة بالنسبة للمريض حسب حالة الأسنان ممكن يكون في عنا فراغات بين الأسنان فبتكون هي شوي مارينة شوي طرية ممكن تتعرض للكسر فإحنا ممكن نزيد السماكة بس تزداد السماكة رح تزداد القساوة طبعا إذا في واحد طائرة سنة عنده بالضبط كيف تعملوا ساعتها بالضبط نحن نخلنا بموضوع مختبر بإضافة لدكتور يعني شرحه شوي صعب هي خطوات مخبري ممكن يتعوض عنها بالدمية على شكل السن تضاف لسناب وأنه تغطي مكان السن المغلوع هذا الشي اللي نحن حكينا أنه ممكن يكون شخص عنده سن مفقود التعويض عنه بتعويض ثابت ممكن يأكل أسبوع شغل بالكلينيك بالإضافة للاب السن فممكن تعرض كمان يمكن إذا بتحط بالضبط هناك في سن مفقود فالمريض رح يجي أنه أنا عندي سن مفقود وممكن معزوم على عرس أو عرسي ممكن بعد يوميا أو عندي ميتينج مهم أو عندي لقاء عمل أو أي يكون يعني ما بيحب يطلع به النظر فرح يكون هو الحل بالنسبة لأله بس خطوات أخذ القياسات نفس الفينير العادي بتاخد طبعة الأسنان طبعة فقط للأسنان بالكلينيك بالعيادة فقط طبعة للأسنان بدون أي تحطير باستثناء إذا كان صحة الفنوية سيئة بالنسبة للمريض فإحنا بالبداية رح نعالج له لفتة في حال عنده التهابات لفتة في حال عنده نخور منجهزة بعدين ممكن حطله لطيف أه لطيف كثير بس كمان دي أعرف هل ممكن مثلا الكافيين للقهوة الشاي ممكن تأثر على الريموفة بالفينير ممكن مثلا تتطبع ممكن يتغير لونها بعد فترة أو لا بعد فترة طويلة ممكن إذا كان المريض يعني بيكتر من المشروبات التي فيها ملوينات للقهوة والأي مشروب مثل المشروبات الغازية تدخين هالأمور هاي على مر الزمن ممكن تأثر على الفينير وطبعا المواد الجديدة والنازلة ودائما مواد في طب الأسنان دائما في تطور تطور كبير يعني دائما يعني اليوم في مادة ممكن تتصبغ بعد 10 سنين ممكن بعد شهر في مادة تروح لعمر كله الماديرية الكثير متطورة في طب الأسنان فهالموضوع هاي بالنسبة للمريض ما بيكون مهم لأنه راح يكون بعد فترة طويلة في حال هو كان بكتر من هالشغلات دكتور أحمد شكراً كتير نورتنا وكتير استفادنا من معلوماتك عرفتنا أكتر الصراحة على هذا الموضوع شكراً لوجودك معنا نطلب يكسر يا شوئي يلا ونأكل كنافة شكراً